انا بتكلم اهو وبقى احذر من دلوقتي قبل بداية كأس العالم محدش يجي يقول لي اصله كأس العالم انتو بتلعبوا في كأس العالم فاحنا هندغط لكم المطشاط كل يومين مباراة لن يوافق على هذا الامر اي حد ما اعتقدش ان المجلس ادارة النادل قالي او ادارة الكرة في النادل قالي توافق على هذا الامر لانه احنا شفنا السنة اللي فاتت واللي قبلها حصل معنا ايه بالمناسبة انا بمثل بلدي وبمثل النادي الاهلي وبمثل القرى الافريقية في هذه البطولة فانا رايح عشان انا بمثل بلدي وبمثل القرى الافريقية ده على حسب اللوايح اللي عايز يطلع يقول غير كده يطلع ما عنديش مشكلة فحضرتك من المفترض ان انت تكافئني مش تقف ضدي او تقولي انا هتغطلك المطشط عشان الدور احنا عايزينه يخلص واحد خمسة طب ما يخلص عشرين خمسة ما يخلص عشرين خمسة ولا تلاتين خمسة انا يعني حضرتك بتدخلني في كلام انا مش مسؤول عنه انا مسؤوليتي ان انا كنادي الاهلي او النادي الاهلي مسؤول عن ايه مسؤول على ان هو يعمل فريق كويس ياخد به البطولة علشان يلعب او يمثل بلده افريقيا ودوليا ويشرفها ويحقق لها ميداليات وزي ما عملنا في كل الفترات اللي فاتت فيه فترات فيه كاس عالم لما خدناش فيه مركز وفيه تلاتة كاس عالم خدنا فيهم تلاتة العالم فاحنا بنسعى ان احنا ناخد تاني واول ربنا يسهل ونقدر نعمل كده فالمفروض حضرتك تكافئني وتقف معايا كالتحاد كورة مش تقولي اصلا هتغطلك المطشاط بتاعتك طب ومين اللي حيطها هنرى عجيب من العجيب العيبة بنين تلعب مطشاط يعني انا بقى احذر في الموضوع ده من دلوقتي من دلوقتي اهو قبل كاس العالم بتقريبا شهر ونص شهرين اتمنى ان انا اشوف الناد الاهلي في كاس العالم وما نرجعش ان شاء الله ربنا يكرمنا في كاس العالم ونوفق ونشوف الموضوع هيحصل فيه والحقيقة برضو حاجة تالتة وانا قاسف ان انا طولت في هذا الامر لكن لازم اطول في الكلام ده واقول انه بشوف نبرة حزن غريبة جدا نظرة نبرة حزن غريبة جدا هو ليه نبرة الحزن يا جماعة النادي الاهلي قاعد جاله جواب يا نادي اهلي بعد اذنك انت كبير القرى الافريقية والسنة اللي فاتت لعبت المباراة النهائية ضد الوداد فالوداد هو بطل افريقيا فحضرتك بما ان الوداد حينظم هذه البطولة فحضرتك تكون ممثل للقرى الافريقية مش النادي الاهلي اللي سعى لهذا الامر يعني لو البطولة دي كانت لعبت في الامارات هل النادي الاهلي كان هيبعد جواب للاتحاد الافريقي يقول له والنبي خدني معاك في كاس العالم كلام يعني مش منطقي يعني ففي النهاية انا بقى امثل بلدي وبقى امثل قرتي فحضرتك ما ينفعش تعاقبني على هذا الامر ولكن ينفع ان حضرتك تكافئني وتوقف معايا وتقول لي تعالى نحل مع بعض ادارة الكورة في النادي الاهلي ممثل ليها يقعد مع ربطة الاندية ومع ممثل في التحاد انا على فكرة الكلام ده انا اللي بقوله انا اللي مسؤول عنه محدش تاني مسؤول عنه كلام ده قد تكون فكرة في دماغي مثلا او حاجة لانه انا بشوف عدت علي السنتين اللي فاتوا كاهلاوي عدت علي السنتين اللي فاتوا وشفت حصل ايه في النادي الاهلي في نهاية الموسم بسبب الاجهاد اللي حصل لمعظم اللاعبين طب انا اخدتها السنة اللي فاتت وريحت معظم اللاعبين والحمد لله جايين زي الفلد طب مش حقدر اعمل كده السنة دي وعايز اكسب الدوري وعايز اكسب البطولة الافريقية وعايز اكسب كاس عايز اكسب كل البطولات اللي حخشها فاتمنى انه يحصل وفي اسرع وقت وفي اسرع وقت لانه اللي انا شايفه ان الموضوع ماشي في اتجاه ان انت احتلعب كل يومين ماتش ولكن عايز اقول لحضراتكم بس الناد الاهلي بيتحرك ازاي في اي ملف بيتحرك لما يجيله حاجة رسمي فيبتدي يتحرك على هذا الاساس لكن انا انا سامع وشامم انا رجل بشم ريحة اللي بيحصل شايف ان فيه اتجاه لكده فاتمنى ان ما يكونش فيه عناد وتكون الدنيا كويسة حد يقعد مع اقدارة الاهلي ويتفقوا مع بعض ويشوف الدنيا تصل لايه وبالمناسبة هو حصل قبل كده ايه مش انا اللي بقول برضو الكلام اللي انا بتكلم فيه مع حضراتكم ده ده اعتراف من مسؤول رسمي قال ايه قالك انا اتفقت مع اتحاد الكرة او مع رئيس اتحاد الكرة في الوقت ده ان احنا نضغط الاهلي في المتشاط مش اسلام اللي قال عارفين طبعا مين الكلام ده مين اللي اعترف ومين اللي قال حضراتكم عارفين يعني مش اسلام الشطر اللي قال ولا جمهور الاهلي اللي قال لا 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 ده مسؤول في نادي منافس قال هذا الكلام مع رئيس الاتحاد مش اسلام برضو فمحدش هيسمح بان الكلام ده يحصل مرة تانية اتمنى ان كل الامور دي تبقى واضحة لكل جمهور النادي الاهلي تبقى واضحة لكل جمهور النادي الان واضحة لكل جمهور النادي الاهلي